اذا على بركة الله مشاهدين اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة اخرى في بت مباشر جديد من هنا من منطقة القراءة. اه الى الذكروا مشاهدين اوفياء اللي يتبعوا واحد المباشر كنا درناه في هاد المنطقة هنا. انتذكرتم معايا. بالضبط فاشو تكلمنا على هاد المؤسسة تعليمية هيا. وتكلمنا على مؤسسة تعليمية اخرى. هاي هنا. وتكلمنا على واحدة وتكوين مهاني هنا. تكلمنا على واحد المطرح دي النفايات اللي كان هنا في المنطقة. فمن بعد دي قناة شعب شوف تيفي. فمسؤولين اخيرا اه نادوا وفاقوا من سوبات ديالهم هنا بالمنطقة. دي القراءة. والان رقاموا بازالة هاد النصف. او كان من هنا او من هاد المنطقة هادية هي من هنا. او حوضوا ديال في كين الدرجة النارية ديالية هي من هنا. او او الطرف هذا الحيدو هالطرف هذا. او او اذكرتوا معنا هنا في هادة. او لكن النهار كنت طلعت فوق الحزر هنا فهد الله سهل. هنا فين طلعت فوق الحزر هنا. كانت اكوام ديال sponsorshipهم هنا. الان ها هو معها. يعني بين ها هو او طرزيل هذا هو او absolut هاد الموضوع. او 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 طرزيل المهنة هو هاد طرف هاد ما عرفش واش واش باقي غاد يرسعوا ليه الله اعلم غير باش من تحملش هاد المسؤولية لانه المهم هاد اللحظة انا بحكم انه كما عودتكم اه قناة تشوفت بي طاقم دياله انه دائما ختم روعة وشين ساعة روعة وشين ساعة اتنا جاولات ليلية اكيد اه من كلفنا بهالادارة اه طيلة شهر رمضان من خلال هاد الجولة هادي ودرس على هاد المنطقة ديهنا فا اه متابعت لاد مسؤالها دي اللي كنا نادرنا على المباسر اذا هاد شيء لاش قلت غادي نعاود نحط دائما حيث كا مو كبا لأي موضوع كتكون مزيانة خصا الناس اللي كيتبعو المواضيع لانه كنا عرفوا بعض الناس كيتبعو اي موضوع كيبقى نتبعو كيبغي يعرف ديما الجديد اذا الجديد دي لهاد المطرح دي النفاية اللي كان في منطقة القريعة هو انه اه كيف ما قلت لحوذي وهذه اللحظة هادي او اذا ما احنا اما ركتي هنا ما كانت اقترج الدخول هنا بساتا وكانت اه طوبة هنا ارغم انه هذي باقى نقطة السوداء هنا ها وكانت منه انه يتمت تلك ديال الشيطة باقى نقطة السوداء هنا اه باقى نقطة السوداء غير هذا كيف ما قلنا ما عرفنا هواش واش غديجي وحيدوا هاتشي هذا حول الله انتم ما غير نعطيكم غير الجولة هنا باش تشوفوها اه اللي كيدل في الخاطر هو انها اقرب المؤسسة عليمية هاي هادي مؤسسة عليمية دي الاطفال ديالنا هذي اذا عيب انه هانتو مرة مش غير هذي هذي تشيارة مؤسسة هاي يعني جوجد المؤسسة التعليمية هنا في المنطقة هنا هنا هادا مركز الوطني اها محمد السادس اه للمعاقين اها الله وهذا مركز ديال المعاقين اهوا هذا مركز ديال محمد السادس للمعاقين اهنا كنا مدراسة هذا هو اللي خل يعني ما صراحة تستغل منها. هنا عبدتني كذلك مؤسسة اخرى. اي من تبس لها مؤسسة اخرى. اي هذه هي مؤسسة. عندنا مؤسسة. مؤسسة. عندنا مركز دي المعاقين. عندنا السوق هنا. اهو دي القريعة. عندنا مؤسسة هنا تعليمية. وعندنا هنا مؤسسة تعليمية. اذا باش جيت تحت حدام هاد المطرح دي النفايات اه اعي وعار. ولكن اه يعني كيف ما كنقوله والحاجة السلبية اكيد غدي نقوله الحاجة الايجابية. الايجابيات اللي كينا كيف ما قلنا هو الناس دخلوا على الخط. وهو محيد وهد اكوام. كنتمنى انه في التعاليق الناس اللي ربما شافت معنا ذاك المباشر. شافت معنا المباشر دي المطرح النفايات اللي تكلمنا عليه في منطقة القريعة. كنتمنى انه الناس في التعاليق تشوف بانه الان الحدد للحظة دي تمت ازالة تقريبا واحد اه قدر نقول اكتر من نصف تقريبا. ولكن واش غدا تكمل العمالية او للق. هذا ولي غادي نشوفوه في ايام قليلة المقبلة او ساعات مقبلة. غنشوفو هاد الناس هادو هاد المسؤولين دي المنطقة اهنا. واش غايد يديروا بعيد العسيبار هاد المسألة هادي. ولكن اه اللي اختار هو انه اه تحيد هاد المطرح دي النفايات وتبقى نقطة السوداء وجوع او تاني مرة اخرى ويحطفها المخلافات وبنايات او النفايات اللي هامينها عفوا. والازبال والاترهيبة وذلكشي. اذا نرى المشكل المشكل ما شاهد الان المشكل هو في الصيانة بمعنى المواكبة. المواكبة المواكبة وانه ما خصوص ناش نلقوا نشوفوه هاد الصورة اه الغير مشرفة بتاعة للمؤسسة التعليمية او هاد المركز اللي بالقبالة ديالها هو اللي كنقوله مركز محمد السادس للمعاقين اهو. المسجد دانتو ما يعني منطقة حيويانة. هادي منطقة حيوية. اذا نعيب وعار نشوفو فات الصورة هادي. فكنتمنى ولي كنتمنى وصارت قايم كل قلب ديالنا انه هاد الناس مسؤولين ديال منطقة هنا ياخدوا تشبعي العسيبار ويدلوش يحل. حيات مكيبو دلوش ايسي بلاسك يدلو لها حل رك يدلو لها حل. هي هاد المنطقة هادي كلها هي مساحة فارغة. لاحظوا ادي منطقة كلها فارغة. هاني ارى مساحة شاسعة هنا. هاي مساحة شاسعة. كنتمنى وانه يدلو لها حل. لانه ورا مشي المشكل كيبا كنفد ازال ديالاتريبا. ها هما غادي غادي تغلبوا على شي وغادي يجيبوا التراكسات والشاحينات وغادي يحيدوها تشهادة وعالم الله مو ما يدلوش مطرح اخر في شي جام شي منطقة اخرى لمعروفة بمطرح النفايات. ولكن واش هاد شي غادي عود يرجع. اولا غايد دار لي حل. على الاقل دار شي شي حادقة عمومية هنا. احنا هذه الارض ما عرفناش ديال مواج ديال ديال الجماعة. اولا ميلكية ديال شي 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 عائلة الله واعلم انا ما عنديش معلومة. فكنتمنى كده اكتف التعاليق. الناس اللي عندها ديرايب هذه المنطقة هنا. تقولين هادي واش ارض جامعية? او ارض يعني خاصة ميلكية خاصة ديالشي واحد. لانه انا كنشوف قدت مساحة مساحة شاسعة. والغريب وانه عقاري في مدينة الضربية ديال ما كنش. وهنا ما ارسموا من هذا الشيء لازي قلت لك ما غاديش مقدر نقول شي حاجة لاني ما عنديش معلومة حول هاد المنطقة بالضبط. اذا اللي كي اهمنا هو انه هاد النفايات راه تم تفاعل مع المباشر اللي دارتوا قناة الشعب قناة شوف تيفي سابقا اظن اه ما كناش حتى عشرين يوم هاد بجدار. ما كناش عشرين يوم اجدار هاد المباشر هادة. فا اه من اللي اه المثنق خلال هاد الجولة الليلية الرمضانية ديزنا من المنطقة هنا وبالينا هاد اه التغيير هادة. فحبنا ان انا نوروه المشاهدين لان ما كنقلبوش فقط على غيرها للعورات دي الناس كنقلبوك كتير نحويش الايجابية كنقولوها. لهذا فانسان ميلو مناش بلين نقولوا شي حاجة اللي نحطو الاصبوع على الداء او لنضقو ناقص الخطر. واحد ميلو منك وحدا كنلول العمل ديالنا والخدمة ديالنا. لهذا مرة اخرى فكنتمنى وانه يتم تفاعل مع هاد المطرح ديال النفايات وتم ازالة هاد البقايا اللي بقات هنا في هاد المنطقة ديالنا. ولكن اللي جميل واجمل وغادي يكون مهم ومهم جدا هو مواكبة هاد مساحة كلها. ويحاولوا يديروا في شي حاجة. انا كان عاود نذكر ما عرفش ديال من. ولكن يحاولوا يستغلوها في شي حاجة. لما تخليش انسان عبتاني انه يزعم علاو بدي ديالو حفاة بتري النفايات. لانه راه المشكلة ماشي غنحيدوا هاد شي. المشكلة غير عاود يتكرر. وغان عاود نذكر بانه كينا مؤسسة تعليمية راه عايب وعار. وريداتنا اهما. وريداتنا انهم يشوفوا بحالة المناظر هذه. وليش راجع محلولة وكيشموا بحال هذه الشي هادة راه عايب وعار. وهنا خصصا هنا كينين معاقين مساكن هنا. هاد راه ديال المعاقين هادا. انا لا حاول ورقوة الا بالله العلي العظيم. اللهم قد بلغش. اللهم افشهد. اذا ما قلينا نودعكم ونقول لكم اه بقية رمضان مبارك سعيد. اه صحور شاهي. اه الله يقبل منكم القيامة والصيام والتهجود. الله يتقبل من الجميع. ما بقلينا نودعكم لأمل لقائبكم في بات مباشر اخر. مصطفى القرناوي من هنا منطقة القرية. منطقة مشوف تيفي يحييكم. الى اللقاء.